موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم حالة النهاردة بنتكلم عن موضوع ويؤرق الكل طبعا في بعض الملاحيظ بتتكلم مثلا أنا ممكن نزلنا حلقات في موضوع التخسيس أو موضوع الضايت أو موضوع علاج السمنة أو المسائل دي فبعض الناس بقولك الله إحنا وبعض علاج بعض الأمور بالنسبة للبشرة أو كم إنت بتنزل كذا حاجة أيها أنا بنزل أنا عندي كل دي مجاربات زي أدوية شركات الأدوية وإحنا طبعا هنبتكلم عن إيه؟ عن أمر الأمر ده بيعالج في علاجح بطريقة الفنلية عالاج بتطرف فانو أقالاج بتطرف في علاجبحuire الجرجير وفي علاج بالخص وفي علاج بالخيار وفي علاج مسب بالفلتر أنا بديك بديك كل واحدة فيهم انت حسب ظروفك وحسب إمكانياتك بتعمل الأمر حسب استساقتك للأمر في إنسان بيقبل عاوز عشابه عاوز وعاوز وعاوز وفي إنسان عاوز دي وفي وحد عاوز دي وفي وحد عاوز دي في واحد متوفر عنده في بلده والشيء ده فلما بنقدم حاجة بنقدمها على حسب توفرها انت بتختار اللي يعجبك في منها بيلائم اللي عنده سكر في منها لا يلائم اللي عنده سكر في اللي تنفع اللي عنده ضغط في ما تنفعش اللي عنده ضغط الضغط العالي له شيء والضغط المنخفض له شيء فما تعتبش علي أن في حلقات بتتكرر بخصوص أمر معين وإلا أنا بخيل عليك فأنا ما بخيلش عليك بدي للمتابعين كل أغلق يعني كتير يعني أنا ممكن في حاجات كتير بتتكرر الحلقات بس هي متتكررش هيها نفسها هي بتتكرر ولكن بيبع عناصر أو مكونات مختلفة احنا قلنا بسبب توفر الأمر وتوفر كذا وتوفر كذا الأمور اللي تكلمنا فادي النهاردة بتتكلم في عنصر واحد العنصر ده جميل يا جماعة واستعملوا بسيط جدا والعملية ما فيش فيها مشاكل ولكن في ناس بتستسيقوا وناس ممكن ما تستسيقوش في ناس هتبقى متوفر عندهم وناس لا أنا كنا بنتكلم مثلا عن زيت زيت الأرجاء موجود في المغرب أنا ما جيش لحد في مصر واقوله استعمل زيت الأرجاء لكن أنا ممكن أقول مجربة بزيت الأرجاء ممكن أقول مجربة بزيت السمس هي نفس الشيء لعلاج الأمر النهاردة الحلقة بتاعتنا إزاي أو كيف تفقد من وزنك باستعمال الرجل هي واحد استعمال سهل وبسيط أنا لا هنحارب ولا هنعمل أي شيء وبرضو يا نفسي طريقة إيه جزء من الاستنبات اللي هي إيه أنا بقى معلقة معلقة ملعقة كبيرة أو خاشوقة كبيرة بس من بزر الرجلة بزور الرجلة أنا بقى أقول تأكبرت أنا بزر الرجلة المعلقة ديت على نصف كوب ماء وأقلمه طبعا أنا هنا استعملتها لطول علشان أنا جايبها من مصدر واصل فيه إنها مش متعرضة لأي مبيدات حشرية أو أي عناصل خارجية لكن أنا بفضل لما كنا هستعمل شيء زي ده لو وصلنا قبلها يكون أفضل لأنه حتى لو فيه أي عفر فيه أي أتربة فيه أي شيء ده محصول زراعي فممكن متعرض أن يبقى موجود فيه حاجة ممكن متعرض لأي تلوث فهنا لما نغسله أفضل يعني أنا قبل ما استعمله كده لما كنا أحطته في ماء الزي ده وأسيبه شوية أو أنا ممكن أشطفه في ماء بس ده عشان بزر رفيع هحطه في شاشة أجيب شاشة وبحطها في المعلقة وبحطها في ماء لحين ما ينزل أي شيء فيها وتغسل وهنلاحظ المية بتاعته هنا ده ميته هتبقى رايقة لكن التاني ممكن يجيب أطربة وممكن يكون فيه أي شيء فلا قدرنا نشطفه كويس قبل الاستعمال يكون أفضل لنا معلقة على نصف كوب ماء وأسيبه شوية دقايق يعني عن خمس دقايق عشر دقايق أنا ممكن ساعة لما كون هبدأ في الأكل بقوم عاملها جنبي مني جنبي وأنا نقعد على الأكل وأنت بفتر أو بتغدى أو بتعشف ممكن أخدها قبل الأكل وممكن أخدها في وسط الأكل وممكن أخدها في آخر الأكل مفيش مشكلة خالص قصة كلها بس ما تكونش قبل الأكل بوقت كبير ولا بعد الأكل بوقت كبير اللي يحصل كان قاتل ليه الرجلة الله سبحانه وتعالى خلق لنا يعني ودنا عطاءات كبيرة أو بالطريقة دي انت لو استعملنا الطريقة دي واستمرنا عليه أنا في عملية الأكل دي اللي بتكون داخلة مع الطعام في عملية المتصاص الطعام المهضوم أكتر أزيد من 30% أزيد من 30% من السكريات ونشويات اللي هي الكاربويدرات أو الكارب زي ما بيقولوا بالنظام الحديث اللي احنا يزيد عن 30% من الوجبة اللي انت وكلها 30% لا يمتص من الكاربويدرات و30% ويزيد من الدهون لا تمتص يبقى أنا خلت الوجبة بتاعتي ناقص 30% كاربويدرات أو كارب و30% من الدهون تخيل انك انت في الفطار في الغدى في العاشة نفس النظام ولو قللت كمان شوية الأكل وعملنا شوية نشاط علاوة على ان في حد يعني زي حالتي أنا وزي أي إنسان ممكن يكون يعني أكل شوية عاوز يأكل كمية من الأكل هنا ده لما أنا مجرد ما بأخلطها بتتحول معايا لمادة جيلاتينية يعني بلاقي تطلع ايه بتعمل مادة مخاطئة أو جيلاتينية المادة دي بتعمل امتلاء في المعدة وكمان حاجة عشان ما حادش يقول لي يعني ده ممكن ده كده حتى انت بتساعد مريض السكر وخاصة ومرض السكر النوع التاني انت لما بتخفف كميتك الكارب أو كاربويدرات اللي دخل عنده والسكريات بتقليها تلاتين في المية انت بتخف الحملة على البنكرياس بتخف الحملة عن موضوع الأنسولين بتخف الحملة على القضية بتاعتنا كلها اللي هي قضية اللي ايه قضية إن فيه بنكرياس بيفرز أنسولين وإنك انت بتدخله السكريات ونشويات فبخف الحملة عنه فهنا بنتعافى سريعا حتى لو أخذ أدوات تبقى أقل ده بالنسبة لمرض السكر طب لمرض اللي عنده يعني ارتفاع في نسبة الدهون في الكبد والمسائل دي برضو دي بتساعد في العلاج لأن هي بتقلل تلاتين في المية من امتصاص الدهون اللي موجود في الطعام طب اللي بيشتكي من امساك بتعمله عملية تليين لأن موجود دهون موجود كاربويدرات بتنزل في الأمعاء الغليظة زائد المادة الجيلاتينية اللي موجودة في البزر رجلة نفسها بتيسر عملية الخروج الفضلات مين اللي احنا نقول له متاخدش الوصفة دي اللي هو ماشي على نظام الكيتوجينك طبعا فيه من ناس فيه ناس عارفينه يعني هي وفيه ناس ما تعرفوش بالنسبة للكيتوجينك اللي هو اللي ما بيعتمدش على مانع كاربويدرات نهائي أو بنسبة أقول الله جدا وبيعتمد كل تغذيته على الدهون فأنا مقدرش أديله حاجة زي دات ما ينفعش لأن كده هي بتقلل 30% من الدهون اللي هو بيعتمد عليها اللي هو ممكن عاوز يوصل في مرحلة معينة في الكيتو أنه يعتمد على 100% دهون وبروتين فما ينفعش مع نظام الكيتو عشان ما حادش يسألني وقول لي طب ممكن كيتو قل له لأ دي بس النظام الوحيدة هي الوحيدة مع علاقة مع كل واجبة في نص كبات مية لو خليت المية دا فيها شوية بيكون أفضل ممكن أخدها في أول الأكل ممكن في نص الأكل يفضل الاتنين دول في أول وفي نص في الأخذ دي بتبقى ضعيفة شوية خلاص واتمنى تكون الحلقة عجبتكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى وما نساش الاشتراك في القناة وما نسوش الاشتراك في قناة أسرار العارفين وقناة لفندر الثلاث قنوات واحد وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته